تعتبر رواية السجينة من الروايات الواقعية وهي عبارة عن سيرة ذاتية لملكة أفقير وعائلتها كتبت بشاركة مع ميشيل فيتوسي وتم نشرها سنة 1999 باللغة الفرنسية لأول مرة لتتم ترجمتها إلى العربية بواسطة غدا الحسيني سنة 2000 وهي رواية تتألف من قسمين يتسم القسم الأول برصد الكاتبة لمرحلة طفولتها وكيف يتتبنيها من طرف الملك محمد الخامس وأيضا وصفها لمختلف مظاهر الحياة بالقصر أما القسم الثاني فهي تصور فيه عمق تجربتها المريرة وما عاشته من قهر ومعاناة رفقة عائلتها بسبب الانقلاب الذي شنه والدها ضد الملك تحكي اللواية حياة طفلة تم نقلها إلى عالم لم تحس بالانتساب إليه يوما إذ كانت لهفة الحانين تنتابها دائما رغم رفاهية الحياة التي وجدتها داخل القصر والمعاملة اللطيفة التي كان يعاملها بها الملك محمد الخامس إذ كان لا يفرق بينها وبين ابنته الحقيقية للمينة والشيء نفسه بعد وفاةه من قبل ابنه الحسن الثاني الذي أخذ على عاتقه تربيته ما معا قضت مليكة 11 عاما بالقصر بعيدة عن حنان والديها وإخوتها لكن مليكة كانت دائما تتطلع للحرية في يوم من الأيام وتحلم بالعودة إلى عائلتها الحقيقية فعلا تحققت أمنية مليكة وعادت إلى بيت أهلها لكن حريتها لم تدم طويلا إذ شاءت الأقدار وجعلتها تفقد حريتها مرة تانية بطريقة مختلفة ولمدة أطول ذلك بسبب الإنقلاب الذي نظمه والدها ضد الحسن الثاني سنة 1972 الذي كانت نتيجته إعدام أبيها الجنرال أفقير حيث فرض عليهم لقامة الإجبارية مدة خمسة أشهر والعائلة تحت حراسة مشددة تم نقلهم بعضها إلى واحة آسة جنوب المغرب ليقيموا بمنزل تحت الأرض داخل التكانة استقبلهم أمر المعسكر أبو عزة بعبارات تدل عن السرامة والقصوى الشيء الذي جعل السجين مصدومة خاصة لما رأت المكان الفضيع الغير مألوف لها والمناقذ الذي كانت تعيش فيه بعد سنة تم ترحيلهم إلى قرية قريبة من زاقورة وورزازات ثم إلى مجموعة من الأماكن التي تفتقد فيها شروط الحياة والتي تعرض فيها لمختلف أنواع القهر والتعذيب كانت ماليكا رغم ذلك مصدر تحفيز ودعم معنوي لعائلتها علها تخفف عنهم مرارة السجن فظلت العائلة تقاوم رغم سوء أوضاعها إلى أن خطرت ببالهم فكرة الهروب ففرت السجينة مع البعض من إخوتها بشكل مؤقت لأن الغرض من ذلك هو إيجاد حل لوضعهم فاتصلوا بالصحافة الفرنسية هذا الاتصال الذي كان سببا في تغيير وضعهم بعد أن بلغت قضيتهم الصحافة العالمية وأصبحت سمعة المغرب على المحك وأضحت العائلة تفكر في اللجوء السياسي سعى المغرب إلى الهدنة وإبعاد أي مساس له بحقوق الإنسان أمام الساحة الدولية فأرسلوا العائلة إلى فيلا بيتارغا قرب من راكش وفرضت عليهم الإقامة الإجبارية من جديد مدة خمس سنوات ليعتنقوا حريتهم سنة 1991 ولكن أجبروا على عدم مغادرة المغرب إلى أن تمكنت ماريا أخت ماليكا من الهروب إلى فرنسا وطلب اللجوء السياسي لتتمكن العائلة من مغادرة المغرب تجاه فرنسا علها تنسيهم ما تجرعوه من عذاب وتنكيل وإهانة ففي الرواية تناولت مليكة أفقير مجموعة من الأحداث ذات أبعاد مختلفة اجتماعية نفسية سياسية وتاريخية اتسلطت على جل ما يدور داخل القصر الذي قضت فيه طفولتها وأيضا ما كان يسود السجون التي تم نقلها إليها فممكننا أن نذكر البعد الاجتماعي بشكل مستفيد فقد بيّنت مليكة أفقير فروق الاجتماعية بين حياة القصور التي تتمثل في الرفاهية والطرف وبين حياة الشعب الكادح ونستحضر قول مليكة وهي تصور الحياة التي عاشت داخل القصر تقول أعيش في برج مصنوع من العاج لا يمت إلى الواقع بصلة غارقة أنا في بحر الأبهة والفخامة ولا أحتك بتاتا بالناس العاديين ولا أعرف أي شيء نعرافهم وعاداتهم وحياتهم اليومية نجد كذلك البعد النفسي فقد عاشت مليكة معاناة نفسية سواء في طفولتها حين تم تبنيها أو حين تم سجنها حيث نجدها تقول في مرحلتها الأولى هل بكت أمي حتى طلوع الفجر كما فعلت أنا؟ هل تجرأت على دخول غرفة ورؤية ملابس وأشياء؟ هل ارتمت على فراش باكية؟ وتقول أيضا كيف أنسى كل العار والهواء الذي شعرت به عندما بلغت مع أنني كنت أنداك في الثانية عشر من عمري إن الألم الذي انتابني كان نفسيا أكثر منه جسديا لقد كان حدث التبني بالنسبة لمليكة استلابا لهويتها وحرمانها من حنان أمها تقول أمر ما في التبني أنه يجتتك من جذورك ويجردك من هويتك الحقيقية ويحرمك من حقك في الحرية والاختيار يمكن أيضا أن نرصد البعد السياسي التاريخي فرواية السجينة تعد مرجعا سياسيا وتاريخيا نظرا لمعالجتها مجموعة من الأحداث السياسية والتاريخية التي وقعت في عهد محمد الخامس وابنه الملك حسن الثاني خاصة أحداث الإنقلاب العسكري الأول أو الإنقلاب السخيرات الذي أودى بحياة العديد من الجنرالات أصدقاء واليدها ثم الإنقلاب العسكري الثاني الذي كان نقطة تحول في عائلة أفقير وختاما من خلال قراءتنا لرواية السجينة نخلص إلى أنها من النصوص الروائية البارزة التي عالجت ظاهرة أدب السجون سواء على مستوى واقعية الأحداث أو الأسلوب والحقول الدلالية التي تم اعتمادها لنقل الأحداث فأدب السجون أو الكتابة السجنية هي نقد وسعي للتحرر من الواقع المرير بوسطة البوح وكشف المصور فالرواية تعبر عن نول أدب القادر على استيعاب موضوع الاعتقال والسجنة